بدأ الطيران للأمارات في استلام وقود الطيران المستدام من شركة شيل أفييشن في مطار لندن هثرو حيث سيتم تزويد أكثر من 3000 طن متري من وقود الطيران المستدام النقي الممزوج بوقود الطائرات التقليدي إلى نظام تزويد الوقود في مطار لندن هثرو حتى نهاية صيف عام 2024 وتعد هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها الناقلة وقود الطيران المستدام ومن المقدر أن ينخفض من المبعثات الكربونية خلال دورة الحياة بنسبة تصل إلى 80% مقارنة باستخدام وقود الطائرات التقليدية